أعلنت وزارة الصحة والسكان انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر إلى 11 حالة لكل 100 ألف من عدد السكان وذلك عام 2021 وفي بيان أعلنت الوزارة تقديم خدمة الاكتشاف المبكر لمرض الدرن من خلال 164 مستشفى ومستوصفا للأمراض الصدرية وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لـ 8000 مريض درن وعلاجهم بأدوية الصف الأول بالمجان وأضاف البيان أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يقوم أيضا بتشخيص وعلاج حالة الدرن مجانا بين المقيمين بمصر من الدول الأفريقية والعربية